أهلاً ومرحباً بكم أعزائي تلاميذ قسم السنة الثانية تانوي في دروس لكول في مادة الرياضيات تقدمها لكم الأستاذ ميباركي نتناول في حصة اليوم وهي الحصة رقم 64 الحساب المثلثي سنقوم أولاً بتذكير ببعض المبادئ ثم نقوم ببعض الأمثلة وذلك لتوضيح أكثر تذكير ببعض المبادئ أولاً المعلم المتعامد والمتجانس E و G شعاعين الوحدة غير معدومين نقول عن معلم متعامد ومتجانس O E G أنه مباشر إذا كان E و G يساوي بي على تنين أو غير مباشر إذا كان E G يساوي ناقص بي على تنين جيب تمام وجيب زاوية موجهة تعرف لدينا دائرة مثلثية لتكون M صورة X في هذه الدائرة المثلثية C نسمي جيب تمام X ونكتب كوسينوس X فاصلة النقطة M في المعلم O E G ونسمي جيب X ونكتب سينوس X ترتيبة النقطة M في المعلم O E G لدينا X سينوس X وكوسينوس X X يساوي الصفر X يساوي بي على ستة X يساوي بي على أربعة X يساوي بي على ثلاثة X يساوي بي على اثنان وX يساوي بي الآن إذا كان X يساوي الصفر فإن سينوس X يساوي الصفر إذا كان X يساوي بي على ستة فإن سينوس X يساوي واحد على اثنين إذا كان X يساوي P على أربعة فإن سينوس X يساوي جدر 2 على 2 جب تمام وجب الزوايا المرفقة تعريف نسمي الزوايا المرفقة بزاوية موجهة حيث أن X قيص لها الزاوية التي أحد أقياسها P على 2 زائد X P على 2 ناقص X P زائد X P ناقص X و ناقص X لدينا ضائرة مثلثية دائما هي C أم نقطة من هذه الضائرة مثلثية سنستعين بها لإيجاد قيمة كوسينوس ناقص X وقيمة سينوس ناقص X الآن أعزاء التلاميذ نريد إيجاد قيم كوسينوس P على 2 ناقص X وقيمة سينوس P على 2 ناقص X ولذلك نستعين بالربع الأول من الضائرة المثلثية فنجد أن كوسينوس P على 2 ناقص X يساوي سينوس X وسينوس P على 2 ناقص X يساوي كوسينوس X ولذلك نكتب كوسينوس P على 2 ناقص X يساوي سينوس X وسينوس P على 2 ناقص X يساوي كوسينوس X المثال الثاني أحسب القيمة المضبوطة لكوسينوس 37P على 6 وسينوس ناقص 19P على 2 ثانيا بسط العبارات التالية أولا العبارة A حيث أن A يساوي سينوس ناقص P على 2 زائد 2X زائد كوسينوس 2X زائد 2017P زائد سينوس 7P على 2 زائد 2X المعادلات المثلثية الحالة الأولى المعادلة من الشكل كوسينوس A يساوي كوسينوس B معناه أن الحالة الثانية المعادلة من الشكل سينوس A يساوي سينوس B معناه أن أوجد حلاً للمعادلة كوسينوس X يساوي جدر 2 على 2 كوسينوس X يساوي جدر 2 على 2 معناه أن كوسينوس X يساوي كوسينوس P على 4 أي أن X يساوي P على 4 زائد 2P وX يساوي ناقص P على 2 زائد 2P معك ينتمي إلى Z الآن الإحداثيات القطبية لنقطة في المستوي تعريف ليكون M نقطة من المستوي مختلفة عن الصفر وE شعاع الوحدة نسمي الثنائية R θ الإحداثيات القطبية للنقطة M على المحور O E حيث أن R يساوي المسافة O M وT قيس الزاوية الموجهة E O M إذن هذا هو شعاع الوحدة النقطة M من المستوي والتي هي مختلفة عن الصفر والزاوية θ العلاقة بين الإحداثيات القطبية والديكارتية تعريف من أجل النقطة M مختلفة عن الصفر إحداثياتها القطبية R θ في المحور O E وإحداثياتها الديكارتية XY في المعلم المتعامد والمتجانس المباشر O E G خلاصة الحصة النقاط المأخوذة من حصة اليوم لقد تعرفنا على كوسينوس X وسينوس X كذلك تعرفنا على كيفية تبسيط المجامع وحل المعادلات تعرفنا على الإحداثيات القطبية العلائיה معان Angular الترجمات لقد أخفها إجلن عمل وسينوس X